اجتمع رئيس عبدالفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ومحافظ البنك المركزي وعدد من الوزراء والمسؤولين وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي أن الاجتماع تناول استعراض عدد من الموضوعات في مقدمتها الربط الكهربائي مع دول الجوار الإقليمي والعلقات التجارية والاستثمارية مع دول القارة الإفريقية بالإضافة إلى متابعة الجهود الحكومية فيما يتعلق بالتعامل مع مخلفات البناء والتعديات على أراضي الدولة ووجه الرئيس بتعزيز التعاون مع دول القارة الإفريقية خاصة في المشروعات التي تتعلق بمجالات الطاقة والربط الكهربائي كما تم استعراضه آخر التطورات فيما يتعلق ببناء سد جوليوس نيريري بتنزانيا وأضاف أن الاجتماع الشهد أيضا متابعة الموقف التنفيذي بشأن تعامل أجهزة الدولة المعنية مع مخالفات البناء خاصة في المحافظات الكبرى وما نفذ حتى الآن من إجراءة قانونية حيال تلك المخالفات أيضا السفير بسام رادي أشار إلى أن السيد الرئيس تفقد عددا من نماذج السيرات الحديثة لكبرى الشركات العالمية والمصنعة محليا والتي تم تجهيزها للعمل بطاقة الغاز الطبيعي تمهيدا لطرحها في السوق المحلية بتسهيلات للشراء وذلك في إطار دعم المشروع القومي للتجهيز المركبات ووسائل النقل للعمل بطاقة الغاز الطبيعي ولما يحققه من مردود اقتصادي وبيئي واكتماعي وفي الوقت ذاته يراعي تطبيق أرقى المواصفات الفنية التي تضمن قدارة أداء تلك المركبات ترجمة نانسي قنقر